السلام عليكم ورحمة الله معكم مونتس عاصم سعفان وكمل يوم مع بعض بإذن الله بضوات الالجوريزم النهاردة ان شاء الله نتكلم مع حاجة اسمها ايه نابسك بروبلم او مسألة الحقيبة والشنطة المهم يعني اننا نحن نحل بطريقة ايه مسألة مشهورة ايه خليك فكر اسم نابسك بروبلم ديت تمام مسألة مشهورة بتتحلل بايه بالجرد المسود اللي حشرحنا الفيديو اللي فات يالله من غير كلام كتير نخلش عالطول في المسألة ويقول لك ايه مسألة وفكرتها ايه المهم انا اشرح لك لانها مشهورة جدا واغلب اللي بشرح الجبدة المسود لازم ان ايه يشرح فالا نشرح لك عشان خطة دي اوضحنا الجبدة المسود بكل حاجة وطبعا لانشنت باخد بالك ما يعني ايه مسألة الشنطة ديت هي فكرتها ايه يعطي لانا فعلا بتعتمد على الجاشعة شوية تعال بقى ايه نخلش في المسألة ايه 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 اي خمسة ستة سبعة. جميل? ده ما احنا شايفين من الاول اكده مش عارف ايه? مش عارف ارقام. ماشي. ده كده معنا لايه? كل واحد من دلت افترض واقع انت اي حاجة افترض ايه ايه? 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 عندنا بقى ايه? لكل ابجيكت? ليه خاصيتين? الخاصية ليه ايه? والويت. تمام? او المكسب او كده يعني. والويت. الوزن بتاع الحاجة دي. تعنا نحط ارقام و بعد نرجع نكمل. بص بقى سيد. انا قلت لك الوقت ان معي ومعي كل واحدة فيهم كل ابجيكت منهم ليه? ليه? ولويت. يعني ايه? يعني مسلا نفترض مسلا ديت اتنين نفترض ان الويت مسلا بكيلو جرام. تمام? فدي معنا ان اتنين كيلو. ايه? بماكسب فهم مسلا عشر جنيه. او ايا كان يعني المبلغ. يعني براحتك يعني. ايه تلاتة كيلو مسلا من الابجيكت التاني دوت. المكسب فهم مسلا ايه? خمسة جنيه. وهكزا. جميل? الفكرة بقى فين? الفكرة ان احنا مسلا عندنا ايه? احنا الحلة احنا المشكلة بتاعتنا بقى فين? ان احنا الوقت عندنا شنطة معينة. تمام? نفترض ان كده معنا دي ايه? دي كده ايه? الشنطة. باج. حقيبة. تمام? عشان خطر اي حاجة دي بيسمع يبقى فاهم. فالباج ديت او الشنطة ديت او الحقيبة ديت. المفروض ان احنا ايه? نفترض ان دي شنطة حرامي. تمام? المفروض ان احنا ان الحرامي ده عايز يعمل ايه? عايز ياخد من اعلى لكن الشنطة ديت المعيار بتاعها يعني ما بتقدر ستشيل قال لها خمستاشر كيلو جرام مثلا جميل كده يبقى احنا الوقت عندنا ايه احنا عانا شنطة تمام هي اسمها نفس بقى نفسك بروبلم دي اصلا معناها ايه معضلة الشنطة او يعني مشكلة مشكلة الشنطة مسألة الشنطة وهكذا مشكلة الحقيبة يعني وكده تمام فانا قلت لك افترض الشنطة بتاعت واحد حرامي وراح يسرق مثلا ايه شوية افترض انهم اي حاجة والوقت كل حاجة من الحاجات الابشيكت زياد لا ايه والويد لما تقضي يبقى ليه بروفت معين الفكرة بقى فين دلوقتي احنا عايزين زي ما قلت لك عايزين ليه للشنطة بالحاجات اللي تدينا اعلى بروفت وفي نفس الوقت الشنطة دي ما بتشيلش غير خمس شر كيلو جرام يبقى احنا مندور في المشكلة ده على حل انها عايزين نجيب الماكسيمم او الماكسيمايز تمام الماكسيمايز يعني اكتر حاجة في البتاع دي اكتر حاجة الشنطة دي بتشيلها ومش عارف ايه بحيس انها تحقق اعلى بروفت يبقى احنا طالما قلنا ماكسيمايز يبقى فيه مماكسيما ومش عارف ايه يبقى احنا ممكن نحلها بالايه بالجريدي ميسو جميل اوه يعني انت خليل اصلا بيقول لك يعني شنطة ويقول لك واحد عايز يسرق وبالتالي يسرق اعلى مسلا من ربحية ويحلها بطريقة الجاشعة فامتفلوه يعني ايه الى حد ما يعني المثال متطبق على اسم الطريقة اللي هنحل بقى كل حاجة في الحالة اللي زايد بقى نحل ازاي تمام هنفكر ازاي انت ممكن مسلا تجي تقول لي احنا نيجي ناخد مثلا زي ما احنا شايفين مثلا ايه عندنا مثلا ديت اعلى بروفت 18 مثلا هنقول لك ايه ناخد بروفت ديت هنحطها معانا تمام وبعد كبه نكمل ونشوف ايه اللي اعلى بروفت بعدها مثلا 15 لا احنا ناخد ديت كمان معها وهكذا لا مش دي اللي احنا نشغل بيه اما اللي احنا نشغل بيه تعال بقولك احنا نشغل ازاي لان في المسألة ديت هو بيقول لك ايه ان انت مش لازم تاخد مثلا الخمسة كيلو درو على بعض لا انت ممكن تاخد كيلو بس منه المهم ان انت يبقى معاك يعني اللي حكمك في موضوع كل بس انت معاك شانت 15 كيلو جرام ده بس بتشيلش غير 15 كيلو جرام فيالله بنا بقى ايه نحل المسألة دي اول حاجة اتفكر في المسألة ديت ان انت تقول لان انا عايز ايه عايز احسب من كل من دول بحيس ان انا ايه بحيس ان هو يطلعني لما اخذ او يعني كم كيلو من كل نوع اللي يطلعها الاعلى ربحية طالما هتشتغل بالموضوع دوت اول حاجة لازم انت بقى مركز فيها فكرة ايه ان ان انت البروفت اللي معاك دوت بينك بقى ال shopping اللي انت مفروض تشتغل عليه انت مفروض تشتغل عليه طالما احنا الشانتة بتاخد بالكيلو يبقى انت المفروض تاخد الربح لكل كيلو عشان تعرف ايه اللي قيم تسع يعني مسلا لو قلت لك ايه 10 كيلو مسلا من اي حاجة 10 كيلو مسلا من x بخمسين جنيه فانا كده لما اجيب العشرة كيلو دولت هاخد ايه هربح يبقى ياخد ربح خمسين جنيه ولوجيت قلت لك مسلا حاجة تانية الكلو واحد منها بس هربح فيه خمسة وعشين جنيه. فلو جيت تبص على ايه? يبقى الربحية بتاعت الخمسين من عسرة كيلو دي ما لهاش لازم. هناخد كيلو واحد بس من حاجة تانية واكسب فيه خمسة وعشرين. تمام? ففي الحالة دي احنا نشغل على ايه? على البروفيت على الويت اللي هو ايه? اللي هو البروفيت يعني بتاع دي كده البروفيت بتاعت كل كلو. لو احنا مسلا عندنا الويت بالكيلو. يبقى احنا نشغل على الربحية لكل كيلو. فناخد الربحية على الود دي نبدأ معنا ايه? لما نحسب بقى عشر على اثنين فى الخمسة. تمام? خمسة على الثلاثة مسلا فى ايه? ومسلا واحد تاريبان واحد ستة ستة سبعة وكلام من ده. واحد سبعة وستين. وبعد كده ايه? دي تلاتة. واحد ستة. طمانتشر على اربعة تاريبان اربعة ونص. تمام? وبعدين كده تلاتة. يبقى ان الوقت حسبت الربحية من كل ايه? من كل كيلو واحد من الحاجات اللي معها دي. زي ما انت شايف ايه الربحية من دي كاما وبعدين كده. في الحالة دي انا لما احسب بقى هبدأ يشوف ايه? ايه اللي ممكن اخده من الحاجات دي. ايه? دي كده ايه? النسبة? والنسبة filming عدد الكيلوات مسلا اللي انا ممكن اخدها. من النوع ده. عدد التيلو. مستوى? تعال بقى نحسب النسب. احنا عايزين ايه? اعلى الربحية. اول محتلين شايفين كده الا . الكل ومنها واحد بس با cultivated البيتالي هي اعلى حاجة. هاخد منها كام? اخد منها نسبة كاملة. يبقى إنا هنا بسهلاك الش smarter دي لانه اضعع فيها الكل بتاعت. جميل؟ هاخد منها نسبة كاملة. يبقى انا من demand liar صدق. الوا رقم 5 دوات هاخد منه ايه? هاخد منه النسبة كاملة كاملة 1. لو كده احسب 1 هلاقي اننا عندي لسا مافيه الى ايه. لا لسا للش раск 지� barriers. يعني الشارتنا bonne ser shortراسة. ag persh بتشيل 15 كيلو. حطيت واحد بقى معي كام لسه بقى معي 14 كيلو. جميل. نكمل. ايه ايه تاني اعلى ربحية? هنجي نبص لها الخمسة. جميل? بس الخمسة دية في منها اتنين كيلو. اتنين في خمسة سبع عشر. اتنين كيلو. احنا اصلا معي لسه مكان الى 14. تمام? ما اخد الاتنين كيلو على بعض. ما فيش اي مشاكل. يبقى اخد من الوبشيكت دوات كام اتنين. اللي هم الاتنين موجودين اصلي. لما اجي اشوف بقى معي كام في الشنطي بقى معي كام في الوقتي يبقى معي اتناشر كيلو. مكان الى تناشر كيلو. لان خدت الوقت كام طلعتة كيلو. اكمل بقى تاني. بعد ما خدت عرفت الوقت اهل ربحية تسته. خدت كل اللي منها. واعدين خدت الخمسة كل اللي منها. بعد كده بقى في ايه? في الاربعة ونص اللي هنا دي. في مينها الخام? اربعة كيلو. لما هنضرب الاتنين فبعد هطلع الكم من البروفيت بتاعت 18 فما فيش مشاكل لان اخد ايه الاربع كيلو على بعض. لان لسه معايا لما اجت الاربع من هنا كده انزل يبقى معايا كم? يبقى معايا تمانية لسه كيلو. الشنطة ممكن تشيل تمانية كيلو كمان. تعال نكمل. خلصنا كده ايه? الجزء ده من الربحية. تعال نشوف ايه اللي بعده. فيه التلاتة ديت. وفيه التلاتة دي. بما ان مسلا ما فيش غير الكيلو من دوت فتعالنا نحط الكيلو دوت. ناخد الكيلو من هنا. ج بعد الربحية بتاعت دي كده خلصناها نخش مسلا لاتي ايه التلاتة دي كمان. التلاتة دي مينة كم? دي فيه مينة خمسة زي ما احنا شايفين ايه? خمسة لسه معايا سبع كيلو. زي ما احنا شايفين هنا كده. فيه مينة لسه خمسة كيلو. فلو انا خدتهم على بعض كده ايه مفيش اي مشاكل. فياخد من دي كم? فياخد منهم خمسة كيلو. لان دي الوقت الى قدام اعلى ربحية. فياخد من الابجيكت بتاعت رقم ثلاتة ده كم? الخمسة الا الان كمسة الكيلو على بعض جميل لما اخد الخمسة كم بقى كم به مع اخد اتنين بس اضع بجمع مع اتنين كيلو هبص للرباحاء اللي بعدها ده ق to the star الرباحاء اللي على الدور لكن انا ممكن ما اخدش منها كم تصين منها ممكن ما اخدش منها الان الان naf incomes VorteV Hills اخد اللي يكفيني بس narration اناخد منها اتنين كيلو في اقود هذه اتنين كيلو لما اخد الانتين كيلو هجد اطرح بقي كده ما كانène الان لانتان كيلو فبقى Ο晋esesaley بقى معايا zero zero كيلو يعني معايا اماكن خلصت اي كيلوهات خلصت الشمس بعد ما حسبنا بقى النسبة كم كيلو بقى احنا ممكن ناخدهم من كل حاجة منهم تعال بقى نشوف ايه عدد الكيلوهات اللي احنا اخدناهم كام دلوقتي اتنين واتنين اربعة اربعة وخمسة تسعة تسعة واحد عشرة وخمسة خمستاشرة يبقى انا كده الوقت ازا ما احنا شايفين لو انا جمعت دول تمام يبقى انا معايا خمسشار كيلو تعال بقى نشوف الوقت ربحية في الحالة دي هتضرب كل واحدة في الايه فاللي فوقها بتضرب كل رقم في اللى فوق لو انا بقى في الحالة دية عملت الوقت العشان اجب بقى ايه المجموع بتاع البروفيت على بعضها الاكس اللي هو الايه عدد الكيلوهات تمام هاضربها فمين هاضربها في البروفيت بتاعة كل كيلو لكل كيلو مسا انه ياء لكل اكس انا عايز اعرف البروفيت لكل كيلو دي ال� days تمام فان عايز لما omnibad اضرب بقى اعمل هيبقى لامبرفيت بقى الثونة اللي البروفيت بقى عشر. زائل. الاتنين في الرقم ده. بتلاتة. تلاتة وتلاتين. تمام? كمل. هدى الوقت عملت الدف ده. بعد كنا نكمل ايه? الدمعة ده. خمسة اف تلاتة. بخمستاشر زائل. الوبشيكت دوت مفيش منه اي حاجة هنا. يعني دول مش معنا اصلا. تمام? لانه اصلا اقل ربحية فيهم اساسا. فعشان كده ما اخدناش منه اي حاجة. مع زي لما نسرق نسرق الحاجة مخترمة. تمام? بعد كنا نكمل. الوقت اخدنا واحد. نضربه كام? ست. هكده واحد بس من البروفيت بزعته بست. تمام? هكده معنا كام? ست. زائل. الاربعة في اربعة ونص كام? بتمنتاشر. زائل. الواحد في تلاتة. بتلاتة. نجمع بقى دول. هيطلع معك التوتل بخمسة وخمسين. وتلاتة وتلاتين من مية. ده اي حاجة مسلا ان هي اعتبارها الدولار اعتبارها اي حاجة يعني. تمام? دي كده انت حققت اعلى بروفيت. دي كده اعلى بروفيت. تمام? وفي نفس الوقت لو انت تحسب مجموعهم اللي هو الجزء ده كده. ده كده. هتلاقي نوع بس هو كام? زي ما قلت لك خمستاشر. كيلو جرام. وبالتالي انت بحاجة احسن سرق. تمام? تمام? هي دي الفكرة. دي مسألة النابس باك دي. مسألة مشهورة جدا. بيطبق فكرة اللي ايه? يعني دي. لو انت فهمت المسألة دي كويس. فهي دي فكرة الجريدي مسود كده. زي ما قلت لك عشان كده انا بخلصنا الحوار دي. الجريدي. مسود. تمام? بتعتمد ايه? بيجيب فعل مينموم. المينموم فاليو الحاجة او الماكسيموم فاليو. تمام? طول كده بالنسبة لي هم او الحل المناسب ليا. وبالتالي بقى انا كده حلت المسألة ايه? احي صح. وزي ما قلت لك الجريدي فكرة الجريدي او فكرة الجشع يعني ومش عارف ايه? دي فكرتها ان انت ايه بتحاول توصل لاحسن حل بالنسبة لي. مش فارق معها اللي قبالي بيعمل ايه? المهم انها احسن حل بالنسبة لي. لحد انا طبعا ده يكون الفيديو ده خلص. اتمنى ان المسألة تكون وضحت لك. تمام? وزي ما قلت لك يا ممكن تكون فكرة بيغضية اكتر يعني بس الفكرة كلان تبقى ايه? تبقى ايه? نستعمل ان نستعمل الفترة دي فكرة ايه? فايوا انت في دماغك فكرة على طول على طول بقى في دماغك ايه? زبطت مع احوار اللي سواء الكلام نعم بتاع مسلا الناس اللي بتقدم على سفاهات بتاعتها سواء الكلام اولا خالص يبقى انت كده معاك كزا ايزامل في دماغك وزي ما قلت لك معروفة طبعا بحثت مسلا بالاسم دوت بتاع النابس باك بروبلم ديت هتلاقي فيديوهات كترة جدا بتشرح ايه? نفس الفكرة بتاعت الشنطة وبعنى الشنطة دي بتشر كم كيلو وهكزا بقى. فهم? اللي اه باج اللي اه حقيبة عشان خطر لو في حد من اخواتنا العرب برضو بيتفرج يبقى ايه? بقى فاهم يعني موقع يكون الشنطة دي مش موجودة برضو. تمام? فبالتالي يبقى انت فهمت الفكرة بتاعت ايه? الجريدي ميسود وطبق الضهر على كزا وفهمت كمان المسألة ديت وكل حاجة. لحد انه طبعا يكون الفيديو ده خلص يعني اتمنى ان يكون خفيف يعني اه لحد ما يعني احنا كلها العملات كلها يعني ضرب وطرحة وكلام من دوت يعني. بس الفكرة كلها لازم اوصل لك المفهوم واوديك واوريك اللي الناس بيتكلم عنها اكلنك يعني انت لو درس كلية حاسبات اشتا مفروض تكون انت درس الكلام ده او خدت فكرة عني. لو انت مش في درس لو انت مش درس في حاسبات او بتتعلم مع نفسك او كده يعني. فدوة اللي في المناهج لازم ان تبقى انت فاهم الدهن مش هزيها بالظبط. اه طبعا لحد انه يكون خلصنا لو عندك كي سبسار زي ما احنا عافين في كومنت تحت طبعا لايكك الجميل برضو بقى واشتراك في كل حاجات دي كلها ودعوة حلوة بقى ما تستهيش. بس كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.